اشتركوا في القناة دكتور ببداية حلقتنا اذا طلبنا منك ان تحط عنوان عريض لعام 2021 في لبنان ينحط بكتاب تاريخ يتعلموا منه اكيد الاجيال المستقبلية شو بيكون هالعنوان؟ يعني العنوان يصح للبنان ويصح للعالم سنت الازمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بامتياز نعم هذا هو العنوان مية بالمية دكتور بدي اسمع من حضرتك شو هي اهم الاحداث التاريخية اللي بتعتقد انه رح تترك اثر مستقبلة على لبنان باليالي عم بيصير هلأ الحقيقة لبنان عم بعاني ازمة اقتصادية كتير كبيرة ولكن مش اول مرة بعاني هيدة الازمة الاقتصادية فصرنا نحن قدام سلسلة من الازمات الاقتصادية مثل ما حكينا بمقابلة سابقا في ازمة بعض الحرب العالمية التانية مباشرة في ازمة انترا ثم في ازمة صارت بتمانينات وفي ازمة اليوم على امل ان تكون هيدة الازمة توضع حض لسلسلة لسلسلة الازمات الاقتصادية اللي عم بعاني مننا لبنان نعم بأنه حضرتك اكيد باحث واكيد بعلم التاريخ هل تعتبر انه سنة 2021 هي كانت سنة مفصلية بتاريخ لبنان مية بالمية نعم مية بالمية يعني عم نحكي من سنتين لليوم واتوقع لسنة الجاية صار فيه اذا بديك مجموعة من العوامل المتداخلة يعني الازمة السيسية يلي حملينا من السابق يضاف اليها الازمة الاقتصادية يضاف اليها الكورونا وتدعيته فهو دي كلهم صار فيه مجموعة من الازمات المتداخلة هل ربما هناك ايجابية واحدة انه اجت الازمة الاقتصادية متداخلة مع الازمة الصحية على امل ان يكون الاثنين نهايتهم مع بعض نعم دكتور هل بتعتبر الازمة الاقتصادية اللي عام نعيشها رح يصنفها المؤرخين على ان الازمة الاكبر بتاريخ لبنان رح يصنفوها على ان الازمة الفاصلة بتاريخ لبنان نعم يعني بتواضع بدي اقول انه الازمة الاخطر هي ازمة انترا سنة 1966 لاي لانه ما كانوا اللبنانيين يعتقدون ابدا انه بدي يصير فيه انهيار اقتصادي اما الازمة الاكبر اذا بديك هي ازمة الاثمينينات لاي ازمة الاثمينينات لانه اجت بوقت لبنان يعاني من الحرب الاهلية المؤسفة فتداخلة العوامل كلها مع بعض نعم هلأ اليوم هي الازمة الفاصلة يعني على امل ان يبدأ لبنان تاريخ اقتصادي جديد بعد خروجه من هايدي من هايدي الازمة لانه مثل ما هو معروف ما في ازمة اقتصادية دايمة ما في ازمة اقتصادية دايمة نعم اه دكتور كيف تتوقع انه تكون نهاية هايدي الازمة الاقتصادية اللي اكيد كنت عبتخبرنا عنه اه هناك شيء متعلق بالمنطقة اللي نحنا موجودين نعم وهناك شيء متعلق باللبنان نعم بخصوص المنطقة نحنا قدام منطقة ما زالت من زنت الالف وتسعمية وتمينة واربعين عرضة لمشاحنات ومواجهات سياسية وعسكرية واستخبارية نعم متل ما انا سابقا الرئيس الصيني بمؤتمر التجارة العالمية الاخير اعلن انه نحن مقبلين على الحرب الباردة التالتي يلي هي نوعا ما من حرب اقتصادية رح تكون بيردي وسيخني بين الامريكيين من جهة والصينيين من جهة على امل ان يتحول الشرق الاوسط الى اذا بدك الارض الاساسية لهذه المواجهة مما سيؤدي الى انتعاش اقتصادي يعني الامريكين بيصير بدون يدخوا من اقتصادياتهم وافكارهم وطموحاتهم واموالهم وزيت الشيء بالنسبة للصين اما محليا فتبدأ العلاجات الاقتصادية من الانتخابات الجاية انتخابات سنة الـ 2022 وما بعدها هلا الدراسات الغربية بتشير انه انه لبنان سيخرج من ازمته الاقتصادية بدءا من سنة الـ 2024 بدأ نمطر سنتين بعد يعني نعم لانه هناك ضرورة التوافق الدولي الروسي الامريكي الفرنسي حول انتاج الغاز والبترول في لبنان لانه فرنسا بتعتبر لبنان من اخر المناطق النفوذ او الحليفة لالب العالم كما انه في من الواضح شد حبال بين الروس والامريكين حول مسألة الغاز في لبنان اما هل هناك غاز في لبنان الدراسات في كتير دراسات بالتجاه نعم في غاز ولكن لن يصحب هيدا الغاز الا عندما يحدث التوافق الدولي المطلوب نعم فيما يخص الازمة المعيشية اكيد بنهاية حلقتنا دكتور الازمة المعيشية الخانقة شو رح يخبر التاريخ الاجيال القادمة عنه هل على مستوى المجتمع المحلي هل حدث تعاون بين اركان هالمجتمع او لا يعني خلينا نقارن هوني بيننا وبين المانيا مع انه نحن ما زلنا كتير بعيد عن الازمة الاقتصادية الالمانية طبع العشرينيات حيث فقد المارك يعني وقته اصدروا المارك الجديد كان المارك الجديد يعادل اكثر من مليون من المارك القديم تتار في حجم ولكن طبيعة المجتمع الالماني وقت ذلك قدت الى التعاون بين اركان المجتمع اكافي هل هيدي الشغلة التحدث باللبنان عم بتصير ولكن بنطاق بعضه صغير اما متل ما انها رح تكون محطة فاصلي بحيث عندما يروى التاريخ باللبنان وكأنه هيدا المرحلة ستكون مرحلة خروج لبنان مرحلة بداية جديدة للبنان مرحلة استقلال جديد للبنان على امل بنهاية حلقتنا دكتور ايلي شو بتخبر 2021 عن سنة 2022 وعن السنين اللي جاي سنة 2021 اقتصاديا كانت الاسوأ على لبنان وكانت سيئة على مستوى العالم شو بتخبرنا عن السنة اللي جاي بكرة السنة اللي جاي ما زلنا في بداياتها قدام تدعيات الازم الاقتصادية العالمية ولكن يرجح يعني اذا انا متل متل ما حكينا كمان بالسابق اذا بدنا نوضع الكورونا كوفيد 19 بمودع الانفلوانزة الاسبانية وكمان الى عشرة بالدراسات وتصريح الامين العام للامم المتحدة انه الكورونا ستنتهي مطلع صيف الـ 2022 ستستوعب بالطبيعة هادي فيرجح انه الصيف يبدأ الانتعاش الاقتصادية هادي خبرية حلوة فينا ننهي فيها مية بالمية يعني بنهاية حلقتنا انا اكيد بدي عايدك بدي اطلب منك العايد المشاهدين ضيفنا دايم دكتور إلي بدي اتمنى لهم سنة الـ 2022 تحمل المزيد من الايجابية بدي اتمنى في حلقتك دايمان ايجابة على المستمع اللبناني مزيد من المحبة والالفة لانه كل المستمعات بالعالم قطعت بالتجارب ويمكن قطعت بالتجارب اصعب بكتير بكتير من هيك نعم انا بدور اكيد بدي عايدك بدي عايدك بدي عايدك بدي عايدك بختم حلقتنا بودع معكم مشاهدين هالسنة صعبة وموجعة على امل انه نستقبل بعد السنة مليانة فرح وبهجة وسلام داخلة لنرفقكن فيها موعد ورا موعد وبالسنة اللي الجاية خليكن على الموعد معنا ترجمة نانسي قنقر